منجز الأخبار من خناة المحور أهلا بكم أقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع الإدارة العليا لشركة تلجو وذلك في مستهل زيارته لإسبانيا لبحث دعم تعاون المشترك في مشروعات النقل المختلفة ومتابعة خطة إنتاج عدد ست قطارات تم التعاقد عليها مع تلجو الإسبانية العالمية وأكد وزير النقل أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ بناء على توجيهة القيادة السياسية خطة شاملة لتطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات ركاب السكك الحديدية بالإضافة إلى التعاقد مع شركة ترانتماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجرية على تصنيع وتوريد 1300 عربات سكة حديد جديدة ومن جانبها أكدت الشركة التزامها بشحن القطار الأول من إسبانيا منتصف شهر نوفمبر القادم على أن يتم ضغط جدول شحن القطارات الأخرى تباعا أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 588 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم تسجيل 722 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس وأفات 37 حالة جديدة أكد رئيس الحكومة اللبنانية ناجيب ميقاتي أن الانتخابات النيابية في لبنان سيتم إجراؤها في 27 من مارس المقبل في حين أن الانتخابات البلدية ستؤدل مؤكدا أنه سيلتقي وزير الداخلية في حكومته لدرسة هذا الموضوع حيث كان الموعد المحدد من قبل هو الثامن من مايو المقبل وهو ما يعني تقديم موعد الانتخابات النيابية وشدد ميقاتي على أنه يسعى لكسب ثقة المواطنين باعتبار أن هذا الأمر هام جدا وذلك بعدما حصل على الثقة من مجلس النواب الأسبوع الماضي لافتا إلى أن دميع الوزراء في هذه الحكومة يعملون لإنقاذ لبنان وإخراجه من هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها يمثل كل من لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة اليوم للشهادة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تطورات الأحداث في أفغانستان وتعد هذه المرة الأولى التي يمثل فيها كبار المسؤولين العسكريين أمام الكونغرس منذ الانتحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان ومن المتوقع انضمام الجنرال فرانك ماكينزي رئيس القيادة المركزية الأمريكية إليهما والذي لعب دورا رئيسيا في تيسير عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل حيث تعرضت تلك العمليات لانتقادات واسعة من أعضاء الحسبين الديمقراطي والجمهوري ومن المتوقع أن يواجه المسؤولون الثلاثة العديدة من الأسئلة بشأن الحالة الفوضوية التي اتسمى بها انتحاب القوات الأمريكية وخطة إدارة رئيس روبايد لتنفيذ مهام مكافحة الإرهاب في أفغانستان إضافة إلى التصرفات الخاطئة التي أدت إلى طائرة بدون طيار تقتل عشرة مدنيين من بينهم سبعة أطفال في كابل خلال اليوم الأخير لإجلاء المواطنين يعقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرا صحفيا مصغرا قبل انطلاق تدريبات الفريق السادسة مساء باستاذ جايش ببرج العرب أذلك استعدادا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها الخميسة المقبل يواجه فريق ليفربول فريق بورتول بورتغالي في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب الدراجاو ضمن منافسات الجودة الثانية عن المجموعة الثانية في دور أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022 كما يواجه في نفس التوقيت فريق ميلان الإيطالي مع مضيف أتلتكو مدريد الإسباني على ملعب سانتيرو في إيطاليا